أبو قراط ما نعرف عن أبو قراط أنه أيضاً كان عالم في الجغرافيا وبالعكس علمه وإطلاعه في الجغرافيا خلق على إطلاع أكثر بحالات الطقس التي تأثر في صحة الإنسان تعرفوا هذا حتى أعبوني شكلكم هذا الخوارزمي أحد علماء المسلمين الذين نفتخر فيهم الخوارزمي من مؤسسي علوم كثيرة وبرزها علم الجبر إلى اليوم يدرس بس هذا اللي نعرفه عن الخوارزمي اللي ما تعرفوا إنه عالم في الجغرافيا والفلك هذا ابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى كلنا نعرفوا من نحن صغار اللي ممكن ما نعرفه إنه ابن النفيس كان أيضاً عالم في المنطق والفقه واللغة من شاف الفيلم هذا The Big Short The Big Short فيلم بيتكلم عن المستثمر العبقري اللي هو مايكل جيمس المستثمر اللي تنبأ في 2008 بأزمة الرهن العقاري في أمريكا الناس عرف وسط الناس بأنه المستثمر الذكي لكن أنا أقول اسمه هو الطبيب مايكل جيمس كان طبيب أعصاب الدكتور رحمة الله عليه غازي القصيبي الأديب المثقف السفير الوزير هذه كل الأشياء كنا نعرفها عنه للأمانة هو من أبرز القدوات لنا كسعوديين وكشباب والأجيال القادمة صنع ثورة في كل المجارات اللي كان فيها الشيء اللي ما نعرفه ممكن عن الدكتور غازي أنه هو المحامي غازي القصيبي الله يرحمه كان خريج باكولوريوس محامة من كلية القانون بجامعة القاهرة الله هذولي جابهم هذولي منتخب أيسلندا هذا المنتخب شارك في 2018 في كأس العالم وسموه بالمنتخب المعجزة ليش منتخب أول مرة يشارك في كأس العالم طلع ووقف الند بالند لمسي ورفاقه المنتخب الأرجنتيني اللي له تاريخ كبير منتخب طالع من دولة صغيرة بعدد صغير العجيب في الموضوع أنه أثناء هذه كان براج جات ركلة جزاء ومن شاتها ميسي ومن تصدى لها الحارس اللي موجود الحارس هذا يعمل مخرج سينمائي لا وستة من اللي موجودين أطباء أسنان ومدربهم كان يشتغل في العيادة في الصباح وفي الليل سوى فريق ووقف لفريق ميسي طيب السؤال هذا طيب ليش ذكرتهم يا مويت إيش الفكرة أول شيء الناس هذولي كلهم متفقين إنهم جمعوا بين أكثر من مجال وكانوا ناجحين صحيح طيب إيش الشي المشترك اللي بينهم إيش الشي اللي خلوهم يسووا هذا الشي هو عدم الاكتفاء عدم الاكتفاء من نعم الله علينا نحن كبشرية عدم الاكتفاء هو اللي خلال إنسان الحجري هذاك اللي بدل ما يكون جارس في الكهف وحاط شمعة لا خلال نوصل إلى هذه المنطقة بدون أي شموع الأدم الاكتفاء هو اللي بدل ما ننتقل ونسافر بخيول وأحصنة هو اللي خلالنا نخترع الطيارات عدم الاكتفاء أنتبه معي عدم الاكتفاء لا يعني عدم الرضا عدم الرضا لو يكون شي مسلم أبوي وأمي أنا خلقت لهم هنا الرضا يكون أما عدم الاكتفاء هو الطاقة اللي داخلك اللي قاعد تحثك أنك تسوي أشياء أنا اليوم ما أخترع لكم شي جديد لكن بفتح لك وبنر لك وممكن نافذة أنت غافل عنها طريق أنت لك وهذا كلامي لصديقي اللي في منتصف الطريق في منتصف طريق الدراسي في منتصف طريق العملي وصل لمرحلة كثير مننا من صغره كان طموحه يكون محاسب طموحه كان يكون معلم طموحه كان يكون جرافيك ديزاينر بعد ما مشي في هذا الموضوع سواء في دراسة أو في مجال العملي بدأ تجي تلك التساؤلات وذلك المتاحة الفكرية هذه يا أخي أنا كنت أحلم أكون هذا الشي بس وصلت لمرحلة هنا وصل لمرحلة عدم اكتفاء وعيك بهذه المرحلة مهم جدا مو معناه أنت غير سعيد في هذا المجال معناه أنت فقط مكتفي تقريبا بنسبة سبعين في المية تحتاج لأن تكمل اكتفائك الذاتي في مكان آخر مهم جدا الاكتفاء يا جماعة الخير عقولنا مبرمجة الله خلقها مبرمجة فيها أحاسيس داخلية بتحثنا إلى الاتجاه إلى مكان نحن بطور نفسنا فيه الحزن إحساس داخلي العاطفة هذه كل أحاسيس داخلية لازم نكون صادقين معاها ونتوجه طيب تخيل معايا أنه قلت لك حتى إيش في قصر القصر هذا على البحر في جميع ما لذة وطاب جميع ما تشتهي نفسك أكل شرب لكن بشرط لكن بشرط ما تطلع من القصر هذا أو خيار آخر أقول لك هتعيش مع الناس وتخوض وتعيش تجارب كثيرة وجديدة وحتستمتع فيها ما أكثركم سيقول الخيار الثاني الخيار الثاني طبيعي إذن هنا في مفهوم مهم حريتنا وحرية اختياراتنا وشعوري بعدم أني مقيد في منطقة واحدة أهم من جميع الأهواء والشحوات للإنسان هذا المفهوم مهم جدا من الأشياء التي تريح الشخص جدا يألم أنه أنا حر في قراري حر في تنقلي عندي الاستطاعة أني أروح من مكان إلى آخر عندي الاستطاعة أن أتجه من مكان إلى آخر هنا فعلا تكون سعيد بنفسك ومبسوط أي أدوات النجاح من أبرز أدوات النجاح شوف أدوات النجاح موضوعك الكل يتكلم فيه سواء في كتب تطوير الذات أو هذا لكن هناك أشياء من اللي أؤمن فيها أنا صراحة أول شيء ثقتك في نفسك ثقتك في نفسك ليس وقته نحن جالسين في الطراوة تقول لي أسألك واثق من نفسك أي واثق ثقتك من نفسك لما تبدأ في مشوار جديد وتتكالب عليك الأمور سواء كلام اجتماعي كلام من جميع الجهات لما الخلاص بتكون في القاع في قاع هناك أسمع صوتك الداخلي ثق في نفسك في تلك اللحظة اللحظة هذه هي اللي حتنتش لك من القاع وتطلع هناك ثق في نفسك أما جالسين كذا مروّقين هذه كلنا واثقين من نفسنا الشيء الثاني الشيء الثاني لازم يكون عندك مرونة في ترتيب أولياتك دائما نقول لك أكتب خطتك لا تكتبها بالقلم أكتبها بالمرسام في كل مرحلة لازم تكون واعي بالمحيط والأشياء اللي حولك بالتالي ما تكتب بالقلم نكتب بالمرسم تمسح وتعدل في خطتك حسب الأشياء اللي أنت متوفرة أماك عدل أولوياتك وبدلها أيضا من أهم سباب الناجحين هم فهمهم لعواطفهم وفهمهم لعواطفهم إذا كنت إنسان قادر على فهم نفسك وعواطفك ومشاعرك إذن أنت حتكون إنسان ناجح في كل مجالاتك العملية طيب السؤال اللي حقول لكم إلى صديقي الذي في منتصف الطريق أو صديقتي اللي في منتصف الطريق هل أنتوا قادرين على أن تجمع أكثر من تخصص ليش لا طبعا تقدر اليوم والله الحمد بفضل من الله أنا أتشرف أني أكون طبيب من عشر أسنين في خدمة المرضى وهذا الشيء جدا شرف لي بدأنا من يوتيوب لأن نصلنا إلى أكبر منصة عالمية نتفليكس وأكبر منصات الشرق الأوسط كأعمال درامية وتقديم برامج MBC وافتخر أيضا أنه قدمنا منتج جديد عجب الناس في عالم المطائم بالشراكة مع والدتي هنا الله يحفظها في عالم المطائم في الأخير هذا كلام للأمانة من القلب للقلب هذا إيماني وهذا معتقداتي وهذه تجربتي اللي أحبيت أشارككم إياه شكرا شكرا